شفت حضرتك قال لي أنا لو استجبت لمسألة الرد على كل من حاولوا أن يجرجروا الجيش إلى الصدام النهاردة ما كناش بقينا لا سوريا ولا ليبيا لكنا تعديل دا إلى كثير من المراحل كان يدرك بالفعل كان يدرك أن هناك من يريد جرجر الجيش مصر العظيم لكنه كان صامد وكان ضباطنا وجنودنا صامدين على الرزلات والسفلات اللي كانت بتنطلق شرطة المصرية ياما تعرضت لأزمات ياما وصلوا الزابط والجندي إلى حالة نفسية صعبة البيوت البيوت الأبناء والزوجات كانت الشرطة مستهدفة كل الزابط مستهدف كل جندي مستهدف كأنهم كانوا يدفعوا ثمن إخلاصهم وولاءهم وتضحياتهم من أجل هذا الوطن الغالي احنا عشنا فترة صعبة جدا التاريخ سيتوقف أمامها كثيرا وعشان كده هو حد يفتكر أن الرئيس السيسي في يوم الأيام كان بيسعى إلى منصب لا هو كان عارف كان عارف أن أي رئيس جمهورية حيتعرض لأزمات ومشاكل كثيرة جدا كان عارف أن الشعب المصري بيعاني كان عارف أن مؤسسات الدولة تآكلت كان عارف أن منظومة القيم والأخلاقيات تراجعت كثيرا كان عارف أن الفوضى لها تمن كبير كان عارف أن في قوة معادية تريد أن تقفز على السلطة وتنهكها وتنهيها حتى بعد السيطرة والقضاء على الإخوان كان فاهم كويس أوي ومع ذلك قبل في هذه الفترة أن يتولى وأن يستجيب لإرادة وقرار المجلس العسكري وأنا فاكر في يناير 2014 كان في لقاء نادي وتسقفية في نادي الجلاء والجلسة دي الحقيقة لم تنشر ولم تدع وكلام الرئيس كان في الوقت ده القائد العام قوة مسلحة فريق أول عفتح سيسي وكلامه عن الأوضاع وعن الشعب المصري وعن سبعة وستين وعن تلاتة وسبعين وعن تاريخ مصر كان كلام من القلب يومها تكلمنا تكلم كثيرين تكلم التهاني الجباي تكلم أحمد بدير وتكلم كلمت أنا وتكلم كثيرين مطالبك يا سيادة الرئيس بأن ترشح نفسك لانتخابات قال إيه قال مصر بتعاني من واقع صعب وأليم وأوضاع اجتماعية عاشتها لفترات طويلة جدا دفع فيها الشعب المصر الكثير وأنا بقول لكم البلد عايزة إصلاحات كتيرة إصلاحات اقتصادية إصلاحات اجتماعية البلد عايزة تتبني البلد دي تناست كتير ومحتاجة لإعادة بناء وبنية تحتية واو قاعد يتكلم وأنه قال فاندم عارفين كده قال هتستحمله قلنا هنستحمل قال أنا بصحة الساعة خمسة هتصحوا معي الساعة خمسة قلنا بنصحة نصح معك الساعة خمسة وبينه بنشد من أزره وعزينه ينزل الانتخابات بأي شكل من أشكال وكان عندنا يقين أن القاعد لا يمكن أن يهرب بالميدان وأن احنا عزينه لأنه خلصنا ولأنه تحمل المسئولية تحملها على عاتقه وعلى حساب نفسه وعلى حساب أسرته وعلى حساب كل حاجة وجيشه وغيره وغيره فاستجاب استجاب رغم ظروف الصعبة اللي هو عرفها كويس أوي وظل غير مفصح على هذا الأمر إلى أن خرج إلينا في الخطاب التاريخي الهام في 26 مارس 2014 خرج لنا باللبس العسكري اعتزازه بالعسكرية المصرية حياته في قضاها داخل هذه البدلة العسكرية وخرج إلينا وتحدثه عن الواقع افتكروا كلام الرئيس في هذا الوقت افتكروا كلامه عن الأوضاع في المجتمع افتكروا كلامه عن العقد الاجتماعي افتكروا كلامه عن أننا جميعا شركاء افتكروا 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 لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية نست ناس كتير جدا أين كنا وأين أصبحنا أنا متعاطف ومدرك تماما الوضع الصعب لكن أن يتطاول البعض ويتقول البعض بالدعاءات وأكاذيب وبتعمل بطولة تعال أنت وتولى رئاسي الجمهورين وريني هتعمليه في الزل ظروف صعبة وبالغة التعقيد أنا لا أبرر ولكني أقرأ الواقع قراءة زي ما قاليته في يوم الأيام في 25 يناير وطلعت يوم 1 فبراير في قناة المحور مع معتز الدمرداش قلت يا جماعة كفاية لأني أرى الصورة أمامنا خطيرة جدا هنخش في فوضى مش هنقلص منها لما كنا بندافع عن الجيش وعن الشرطة في هذه الفترة كان البعض بيعيرنا وولنا أنتوا عملاء لجيش مصر والمجلس العسكري عملاء المجلس العسكري وغير ذلك من هذا الكلام لم نكن نهتم لماذا؟ ما كناش مع الموجة ما أنت مش كل حاجة تبقى مع الموجة هي مش بطولة شعبية هو مراعاة لمصالح وطن ومؤسسات دولة إذا لم تقرأها جيدا وتتحمل المسؤولين